دعونا الآن نستمع إلى إسلام سراج صاحب الهدفين في هذه المباراة ماذا يقول عن نجاح فريقه بالانتصار بأربعة هداف مقابل هدفين أول شيء الحمد لله على الفوز طبعاً دعونا بجهد اللاعبين وروحتنا مع باب ما بشي بيساء لأننا نحاول أننا لازم أسجل يعني مباراة الجارية اللي أعطدنا الدافع والحمد لله هذا ربنا وفقنا اليوم وحصاني على ثلاثة قات كانت مباراة صعبة طبعاً للفريقين زي ما أنت شايف والحمد لله جبناها وقدها إن شاء الله ومن الحصول إلى الحصول وأهد الفوز هذا الأمين الصندوق من فنادي الفيصال وائل المدلج الله يقوموا بسلامه وما يشوف شر وهذه الثلاثة نهديها له وإن شاء الله براية الجاية بإذن الله كبتن هدف إسلام سراج اللي شاهدنا ممكن كانت كرة ملعوبة أولاً بالرأس من قبل إسلام سراج ومن ثم أيضاً من قبل أشرف النعم واضح أنه فيه عمل على هذا الجانب التكتيكي كيف الهدف أن يسجل إسلام سراج صحيح زي ما تقلت طبعاً من قبل منزل نعم مدرب قلي عليها ولعبين عليه وسوناه في التمارين والحمد لله طبقناه اليوم وهذا اللي صار في الهدف الثالث أخيراً ضربة الجزاء ممكن الضربتين وضيعت من قبل نادي الفيصال ولكن السؤال حول كثرة اللاعبين الذين يريدون التسجيل أو التسديد من خلال ضربة الجزاء طبعاً لأنه مدرب بعد هدف الثاني وجاء الخطق الهدف الثالث وقت الفرحة قبل ما شوت البلد لكن هامشي أن نحن نجيبنا الثلاثة نقاط مو مشكلة بالإنتهار إن شاء الله نعوه كان في مناوجة بينكم كلاعبين من يسدد ضربة الجزاء؟ إيه كان بسيئة وشغل تحدي وكان يلم يتفوق لكن كلنا نكمل بعض هذا الهدف والحمد لله الله يسأل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله لكل حال هار لنا وك نادر في صلي مه مكتوبة مع الله كتابة من بداية المباراة اليوم ما قدينا أداء لا شوط الأول ولا شوط الثاني صح سجلنا هدفين شوط الثاني لكن مو هذا الفتح ما تعودنا لتسجل فينا هدف ذلكم المفروض أن نحن نكون أكثر صلابة لكن قدر الله ما شافعك الهدف الأول لنادي الفيصل كابتن عبد الله فاجأك؟ أشرف نوعبان من خلال التجديدة؟ لا مش فاجة الكرة تغير مسارها وقت الوساط عندي والله وفق فيها الكرة هو اللي تغير مسارها ولا أنا أدل بشوت النظر ذا زايل لو عد عشر مرات هي نفس الشوطة بتكون كذا ممكن تعامل المكان معها كويس لكن مثل ما قلت لك الله وفق فيها وانحذار الكرة يعني هل خلاها تدي تردد كابتن في تصديها يعني هماليبعاد أو الامشاك في الكرة لا 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 هي أنا خلاص خد قرار من ينسكها يقول ما قلت وصلت عندي تغير مسارها حابة تدخل كرة عفوة وطبعا كانت هذه ردة الفعل بعد انتصار فريق الفيصلي بأربعة هدف مقابل هدفين لك تعليق قبتين محمد سولي